اهلا بكم وحلقة جديدة من بصراحة الحقيقة النهاردة ضيوفنا مميزين جدا 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 جمين كبار جدا ولكن ضيفي الاول ضيف مميز جدا 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 لانه ضيف يقال عليه انه مطرب حقيقي وصعب جدا احنا نلاقي مطرب حقيقي الايام دي مطرب ممكن يبكينا وبيضحكنا ممثل جميل جدا جدا حقق ارادات عالية جدا معنا الفنان حمادة هلال ايضا عشان بنتكلم عن الارادات فمعنا برضو ناجم بيحقق في السينما ارادات عالية جدا ولكن بيختلف عليه الناس ساعد وبيقدم فن مش عارفة نقدر نقول عليه شعبي ولا ايه ولكن هو لون جديد الناس حبيته جدا فيه بيتميز بيه محدش عارف يعلي عنه فيه فنان سعد صغير زي ما انا قلت ده فين مميزين جدا ولكن فيه فرق جامد قوي في الفن اللي انتو بتقدموه مقدرش اقولي على حمادة هلال انه فنان شعبي ما مقدرش اقول كده شعبي حضرتك كلنا شعبي اللي بيتبرم الشعبي بقى مش مش الندل لا انا قلتش بيتبرم بقول الفنان حمادة هلال ما يصنفش مطرب شعبي خالص هو الشعب يعيب حضرتك؟ لا مصنف شعب لا هو الشعب مش عيب طبعا يعني هو يعني احنا تولدت في منطقة شعبية بس الواحد بيحاول بقدر امكان ان هو يعني ما يفضلش في ينوع يعني انا شايف ان يعني دايما لما بتبقى على سكة واحدة بيبقى العمر قصير بيبقاش طويل يعني موافق فنان حمادة هلال ان اللي بيبقى ماشي على سكة واحدة طول الوقت بيبقى عمر قصير يعني لو بدلت تقدم نفس النوعية طول الوقت يعني ناسنا زي الشعبان عبد الرحيم لا قصير شعبان عبد الرحيم دا طبعا دا استاذنا هو استاذ شعبان هو الناس حبكت استاذك شعبان عبد الرحيم طبعا دا ابويا مش استاذ كمان وقب اي حد طبعا أستاذك في ايه? في الطرب يعني؟ في الطرب وفي الجدعانة وفي كل حاجة دا قبلينا يعني حضرتك ماتيق겠ك المتكلميش على غنا أنا بنتكلم على انسانيات لا انا بتكلم على فن الدلت عفض получroyلها سعة صغير الناس حبك task ومش أنا جيت حضرتك حبيت أغير يعني حبيت أغير سنة تعالى خليك زي ما أنت بس حمادة زي ما بنقول الأغانية اللي هي بتبقى اللي بتفضل زي مهرجانات دلوقت اللي هي بتبقى ماشي على وطيرة واحدة ونفس المزيكة ونفس الأغانية ومشي تعرف ده من ده إيه سر إن الناس دي نجحت السر إن هم جداد عن الناس يعني مش أكتر إن هي مزيكة جديدة أو صوت بنسمعه في ودنينة جديد وكمان الناس يعني الناس محتاجة دوشة أكتر يعني مش عارف حسيت بتسميها دوشة؟ أه طبعا دوشة طبعا أسعد انت مالك يعني مش عارف إيه مش مع حمادة إنها دوشة يعني مش عارف لا دي ناس اخترعوا وعملوا حاجة مزيكة كويسة وحلوة مش بغلت بشغالين مية حمادة بس في أول لقاء كده يعني بتاع بيقولك مش شعبي لا كلنا شعبيين لا موين اللي قال لك دو أنا شرف ليا أنا كنا لا يا سعد على فكرة أقول لك على حاجة أنا شرف ليا لأنا لو تحطيت في وسط المطربين الشعبيين اللي هم معروفين اللي هو زي فنان محمد الرجد الفنان محمد العزبي معظم أغاني عبد الحليم حافظ مغاني شعبي في فرق من الغنى الشعبي في فرق من الغنى البلدي ده موضوع تاني طب إنت على أنا إسمعنا أنا جاي لك بس إنت بيعجبك سعد صغير بسعد صغير بيعجبني بيعجبني طبعا سعد صغير يعني أنا مش بنفقك أنا سعد صغير لو مش مؤمن بيك اللي أنت شخصية محترمة مكتهد مش عشان خاطر كاميرا دايرة دلوقتي اللي أنا بقول الكلام ده لأ أنت مكتهد يعني بالمعنى اللي هو بينحط في الصخر ليه قدام الكاميرا بتيبقى حمد أهلال الطيب الجدع من البلد يعني في الكاميرا عامل الستوب ليه لما دلوقتي لما أنت بكلمت كلم دلوقتي بيقول لك يا الله عشان سعد رديت قلت له إيه ده وأنا أطلع مع سعد أنا مش مكتفي أطلع مع سعد حمد أجيب كريم بس أنا أقول سعد فقالك ده سعد قلت له رحتين تراد قلت له إيه وإحنا نعمل رأس ولا مش عافيه ليه أنا زعانتك ليه لا يا سعد أنا أقول لك على حاجة طبعا عشان ما نفعلش أنا أتكلم كريم إن البرنامج الثاني لا قلت كده فعلا ليه إلينا بتاع رأس أنت بتقول له بقى بالرأس ليه والله العظيم ما قلت الكلمة دي ترأس والله العظيم أنت حشبا قول أنك بجرأس و أنت بغني بس أقسم بلا يا صحبتي أو صحبي واحد يكلمك يا الله أخي لا يا سعد صغير يا سعد بعد إزنك لا يا سعد أقسم بلا إله لله وحيات ولادي يعني الكريم ده مدير إنتا كده بيك دي أنا مش هحلب بحيات ولادي أحلب بربنا لأحسن من مئة ولادي والله العظيم ما قلت الكلمة دي تعالى قول لنا كنت تكلمتني أنت معنا وستاذ رهام هتبقى رأس ما فيش رأس طبعا أنت عارف أني بتعمل برامج جد وخير أو بتعمل برنامج جد لا يمكن يكون برنامج هلس والله العظيم لو أنت زعلان مني في دي لا 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 أنت ظلمني لا لا مش ظلمني بعد ما الحلقة أجيب لك كريم لا تمكن تعمل يعني لو إحنا مش هوا نعمل السطوب دلوقتي ونجيب لا قلتك الحمد لله مفاجأة بقى حمدها والله العظيم باللسبيكر كان فتح لسبيكر يلا يا أستاذة نتكلم ده بعد الحلقة ولا لا ماشي ولا همك الأصل والحياة قبل ما الواحد بيبقى مطرب وبيبقى معاه فلوس واي 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 أنت من الناس اللي قعدت في شبرة وما غيرتش المكان اللي أنت فيه ليه؟ قبل ما أخش الغنة ده حضرتك أنا كنت يعني بطبل أو بعمل أي حاجة حضرتك أنا أنت كنت بتطبل أصلا آه عائلتي مبسوطة طال ربنا كان أبو يوم قادم في قوات مسلحة وأمي عندهم ورث كتير فقبل ما أبقى في الواحد في باسط الفين ده وأنا أركب عربية من قبل ما أغني تدحكة ليه؟ طريقة ليه؟ لا بالطريقة ترجمة نانسي قنقر الشقة ليه حضرتك دول ستة وقت وإيه المشكلة يا سبحاني؟ أنا مش عارف ناسي تتحك عليه وإيه المشكلة؟ أنا عايشت لغاية خمستاشر سنة لغاية ما سن طلعتاشر سوالة أربعتاشر سنة خمستاشر سنة عايش في شقة خمسة وتقليلاتي أربعين متر وبالنسبة للشقة دي كنت شايفها قصر قال له تلات سنين ما راحش زوى الحمر أنا بقى اللي بتاري أو بيدحك كده أنا عاد في المنطقة واللي جمهور بيدحك عشان لا أمي بتاكل لأيه دا في حاجة مشكلة دي؟ بقال له تلات سنين ما راحش للمنطقة لا أمك ما مشتفق لا بالعجس يا سعد أنا بروح أقول لك على حاجة أنا مرحتش حضرتك أنا ممكن أكون مقلم أنا عاد في شبرة حيك ولا هروحت المعادي ولا ستة أكتوبر ولا التجمع والخامس عاد في منطقتي يعني ابن بلد أنا أمي اللي هو بيدحك عليها دلوقات حضرتك يا أمي اللي هي دي بيتحك عليها ده لا لا سنين أنتو بتتحك دلوقات حمادة باتحك علي الحاجة والدتك أما أنت بتتحك علي دلوقات الفيديو ده على الف طعمية لا يا سعد طبعات طعمية لا كل كوم ما ليه تتحك عليها طيب بتحكوا علي طيب لا وأنت عارف ان والدتك أنا رحبات دي لا 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 طب الجمهور بنت بتتحكوا علي طيب لو ما يتحكوا ما ليش دعوه أنا أقول أنا باتحك علي كلمتك كلمتي إي واحدة بتاكل أنا باتحك عليك أنت مستغربك لا أنا الجمهورة يعرف دلوقتي وح بص أمي رح تجايا لا لا أمي رح تجايا وروح تنتا داحك بتتحك علي مين على الأكله يبقى علمي لا لا إنك بتقول أنا متراكبة عربية وكنت وكنت وانت كونت أنا لا ما تدخلش ما تدخلش ما تدخل ما تدخل مين يا جماعة طيب طيب نروح لفاصل ودرها عمارة دانية مع الفنان حماد أهلال والفنان سعد صوت أنت عمي بتدخل إليه أنت يا عمي نتوّر فيه فيه يا ساعد ساعد حش هتوترنا قبل التصوير صح نشيل الحتة دي يا سيدي أوه طب أنا عملت إيه بصراحة جمهور ما كانش لطيف منه إنه يضحك إحنا مقصدناش إهانة أبداً إحنا جايبين صورة هو أنا تحكت على والدتو إنه جاي من أصل بسيط بس طب أنا أنا مخروع يعني إنت شايفني عايش في السراءات يا سعد هو ما تحكش غير على هتحك على مين يا سعد يعني إنت لو دا بيتك يعني ربنا يبريك لك ويدم عليك نعمة معنى كنا عاديين في يعني الحمد لله ربنا يدمها نعمة والفاق يعني لا إله إلا الله والناس يعني الناس البسيطة دي عب ده بالعكس ناس البسيطة دي عايشة أحسن مننا خير المرة تانية رجعنا لكم مع الفنان حمادة هلال فنان سعد الصغير سعد آآ من الحاجات اللي بتقرق الفنان جداً المعجبات وخصوصاً لو راجل متجاوس بتعاني قد إيه من حكاية المعجبات دي وبتعمل خلافات بينك وبين مراتك ده أنا أنا حاجات بتفرقش معي خالص ولا معجبات لكن في ناس تتكرم على التليفون عندك معاكسات لا 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 أنا مش ما ليش في الكلام ده خالص خالص لا أنا قابل الناس عادي في الشارع بس ألم عليهم عادي خلاص بس حمادة موضوع المعجبات وخصوصاً بعد جوازك سبب لك أي مشاكل لا أنا يعني الموضوع مش يعني عادي خالص بالعكس هي أكيد مراتي قبل ما نتجوز يعرفة طبيعة شغلي وعرفة أن دول يعني دول ناس بتحبك يعني بتحبك مش عشان خاطر أن أكيد معجبها مش بتحب حد يعني عشان خاطر أن هي يعني تبقى ضرتها في يوم الأيام ولا أي حاجة لا خالص يعني أنا باعتبر أن ده هي دي شغلانتنا طيب تعالوا نشوف فيديو معجبات حمد أهلال ما فيش حد يجب ده 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 نحن بقى خطرناهم معادل كنوا اللي بيراد اهو رجل ده في حضراتك معادل كنوا بيراد البنات دي يا عم خد الكتبة كملة الأغاثة الآخر وخلص هبقى بيجدب لو عايز تجدب يجدب يوم بتكذبوا لي يعني هيكذب لي يا أهوه حمدى نجم يعني اهوه بدليل حضراتك هما عملين له ستتج حضراتك عالي عشان البنات ونجد تنزل على النت يا جمع أنا هتتهق معكم بعدما تخلصوا انا برا تقول لي يا ساعد او يا حبيب قلبي. وبتاع و. ها تاعي حاضرين. شو بيش تامر حسن حضرتك? نسمع حاجة. يا صاحبي ليه مشكدة بتعد لي ايدي. من بعد ما ساعدتك واليت على ايدي. انا بقول يا صاحبي ليه مشكدة بتعد لي ايدي. من بعد ما ساعدتك واليت على ايدي. انا اللي ازرعت. انا اللي ازرعت. انا اللي ازرعت. انا بقول يا الصاحبي ليه مشكدة بتعد لي ايدي. انا جاي والصحة متأخرة. بتعلم الخنفان وفن السمكرة. يحلى الكلام بالرغي والنورة. بس الزمان ما يجبش تاني ورا. حوشوشك في منبع الجواسيس. ما انا اصلي عارفة خاسيس. وده فن اسمه الفن فانتاستيك. حزغزغة خليك قاعد على كرسيك. حفرجك عالراسي في المكسيك. يلا السلام ارفعه السلم. انا النهار ده يا فاندنا واتكلم. يا عمي انا بقول تلميز قليل الادب غلط في استازه. انا بقول تلميز قليل الادب غلط في استازه. تلميز وقليل الالم اكتب كماله استاز. قص الحكاية لتلميز معاه. استازه. قص الحكاية لتلميز معاه. استازه. قص الحكاية لتلميز معاه. استازه. التلميز قليل الادب ولا حدش رباه. التلميز قليل الادب ولا حدش رباه عشان بيغلط ويعيب عشان بيغلط ويعيب في واستاذه عمل عماي الغلط ما اصله مش باق ما يحسبش ان الدنيا فيها لها وتلاق كان فاكر ان القرش رح يفضل معا باق ودارة الايام ومرت الايام التلميز رح للأستاذ البيت اقول لكم بعد الحلقة التلميز قال له والأستاذي التلميز والأستاذ ده سعد صغير وحمادة هلال هو كل واحد يفهم اللي عايزه حضرت انا مش لا يعني ما اللي تصدر لنا كده انا ده اللي بصلنا انا جمان اه لو وصل لك رد حضرتك لو انت شاف ان في رد رد حضرتك انا 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 كل واحد هو مين التلميز شماع انت بصحك الوحيد اللي مسقفش الوحيد اللي مسقفش طبا مش ده اللي انا جايبه معي لا ده 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 باية شغال مع حضرتك ده ده مين التلميز ومين الاستاذ لو قلنا في القعدة دي مين التلميز ومين الاستاذ بصدق شديد سؤال ليك يا حمادة مين التلميز ومين الاستاذ انا تلميز لاي حد في الدنيا والله لا اشن فاك والله تلميز والله انت بتتجمل انا دم الكاميرا افاك انسان تاني وانا وحبيبي وانت روحي والله يسامحك بره ياه بصحاف ايه وموضوع تاني خالص. حمادة هلال بيحب الفلوس? اول ما جاب العربة الهمر خباه عشان ما عادش شوفها. بيخف الحسد يعني? من زميله. الحسد ده بيخف مين انا? يعني صاحب انا انت راح فينا حمادة وانا يحب ما دوقتي وراح من الشغار. ابصت ليه بيصور فيلم? خايد. بيخف من الحسد. ما بتقولش فعلا يا حمادة عن حاكتك بتخف من الحسد? ما يقولش لايه حد حضرتك. وساعدت ليه في قردة رباية. وشي كده على طول. اخب الهمر. هبجيب لعربحتك بيخبيها في الاسبوع ويوه وبعد تدقيها. ايه رايك في الهمر يا جماعة? ويقعد شاف. طب ايه رايك يعني ما انا ممكن اجيبها? يبص في عينينا. تمام ان احنا الموضوع يروح ما طلع بقى العربية. وبقى العربية. انا بس اقولك على حاجة يا سعد. اما بنعمة ربك في حدثة اكتر واحد. بالدرجة دي. اشتغلت وربنا كرمني وبس بعد كده اساسا فلوس يعني ربنا العالم هي بتروح فيه. لكن اللي انت عايزة اقول هولد بس اللي انا هفاهمولك كلمة صغيرة. ان واقولي استاذ رهامة اقولك ان ان موضوع الحسد الحسد طبعا معروف. يعني بس فيه فرق ان انت تبقي خافة من الحسد ا او خايفة على شعور بنا ادم قدامك. زي مساسا سعد بيقولك دلوقتي ان انا سبت المنطقة. انا سبت المنطقة ليه? هقولك ليه وجهة نظر ان انا سبت المنطقة وساسا سعد. انا سبت المنطقة لان ما تبقاش سبب لقلب انسان يتكسر عايش معاك كان بيأكل معاك في نفس الطبق. ممكن يكون انت معاه. يعني ايه مش فهم. هفاهمك هقولك ازاي. اسف اللي انا مش عايزة. بالبلدي مثلا اكون انا في منطقتي. وليه اصحاب اللي في نفس المنطقة. انا ربنا كرمني وفت علي. ليه اخش عليهم بهمر وشبح وحاجات. رضيهم يا عم. رضيهم. يا عم ما ده. رضيهم. لا يا اخلي كل واحد. ما اقول لك عارف. عارف المراضية. يدي له خمسمائة جنيه. عارف المراضية. مش تقعد تلات سنين ما جيش المنطقة. ما بيديش حضرتك هو بس عمدلال برة. ويقبلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبتاع وامشي. الوقت ساعدة مش عارف تريبين تريبين تريبين. طيب ما تتكلم يا عم يا عم الأمور دلوقتي. ما تخليك برة زي الكاميرا هنا. بص لي. على القل اقول لك حاجة على القل انا صريح باتكلم كده هو ما زي خبيث متشوف زور. تتخابس وتكبرت. وعارف له ايه? لهوه. برضو انت مصمم تغلط فيه عشان الصورة اللي انت متخان هو دا حكي عليها. و هو ما تحكش على حاجة. هو ما تحكش على حاجة. بغلط انا بغلط انا من شبرة وبغلط وانا ما سيبتش منطقة الغد دلوقت وهاكم في القطن وساولة عشان من شبرة يا شبرة غلطة اه لا يا عم مش غلط عم حماية انا تقول من شبرة فبغلط ما انا بقولك يعني ابن بلد شبرة دي ابن بلد بقى لك قديم رح شبرة على فكرة ابن البلد عمره ما بيغلط. تلات سنين. لا انت ما فهلني انا بعرفت حقيقتك انا باعرفك حقيقتك ان انت بتتجمل برا الكاميرا انا بعرفك حقيقتك. بقى لك قد ما رحش منطقتك بقى لك قد ما زودت صحابك بقى انت خفت على زميلك تخش عليهم بالهامر فروح تسابي الحتة لا يا بي هي نتيجة ازاي دي لا يا بي لا بي بقى اقول لك حاجة خش عليهم بـ 28 وخد يا لها يا محمد ياه ملك ياه خد ملك يا ده إبراهيم خد ياه خد ياه ساعد ما تتعيش تقول له طول الخير قوي لا 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 ساعد انت مش طبيعي لا انت اللي طبيعي يا عم لا ساعد انا يعني انا اسف لا انا مش همشي او هعمل انا مش همشي يمشي فينه وفي بيتك لا لا خالص لا اصدها كلام فيه فرق دلوقتي ان انت انت كنت زعلان من موقف ولازم يعني اقول لك انا بتكلم حقيقة كرا انا بتكلم حقيقة رايس حقيقة اللي انا انسان وصف اه يعني انت رحت تلاتة وخمسين سبعة وخمسين متجمة رحت سلمت عليهم بس ايه بقى ايه ده وما جايبين اشتسلم عليهم ايه ده رحتوا يا جماعة ساموا عليكم يا جماعة واسه حمد اكي ايه ده جيه قلب المستشفى طب ايه ما فيش فيش ظرف الي في حاجة قالوا له له ظرف ولا جواب ده جيه سلم ومشي انا لا لا وحمد اه لا لا طب انا بقى اللي بتتحك عليها ربنا اكرمني يعني مثلا واحد راح مسلا طب هو انت قاعد بتعمل فيه كده ليه ايه مش فاهم انا مستمر لا يعني انت قاعد في حلقة بتعمل في سميك عشان هو يعني انت قاعد عايز تشويه طول الوقت قدام جمهور هو اللي بدأ عارفته على حياته ساعد اخويا ويخد من الحضن وساموا على السبيكر والكور هنا بقى والصفار لو انت لو انت وثق من نفسك مش هتعمل كده مش هتيجي تصفي حسابات عفق جوا لا كوره انا وثق من نفسي مجيبها رضات على منه حضرتك رضات في ايه؟ في الافلام يعني بس انا مش 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 متخيل حضرتك الوحيد الوحيد اللي خدته تتنكر انا خدتك في حفلة المنتخب في دبي؟ لا ما انكرش تنكر؟ لا لا وياريته نفع طول بقول لك ايه؟ بقول لك حضرتك ساعة سبعة خرناء فضلت ساعتين على الطيار طول بقول لك يا بونت انت فين؟ طول في طيارة مستنكت طيارة خاصة هتفرق او تعالى وربنا اكرامه ما شناش الكلام ده خلاص وانت طالع بطيارة خاصة تبع مين؟ تبع على دبي حضرتك على الفكرة انت منتخب لما خد العلب؟ كنت انا لمود المنتخب حضرتك انا انا لمود العلب انا لو كنت مود العلب ما را عمل لك؟ ما را قول لك يا؟ يعني مود العلب حضرتك؟ يعني انت الدارة خاصة بتاعتك؟ بس يا عام الأمور والنبي عام الأمور انت بس يا عام الأمور دي اولة حيكت عليها ما هو يا ما هرج يا استاذ ما هو اللي بيهرج يا استاذ انا بقول له بيقول له بقول له انا خدت المنتخب؟ قال لي لا ده انت اللي خدت العلب ممكن نقوم انا وانت برا نقف شوية؟ لا انا مش هكلمك مش هعب معك برا ياتقول لي هى انت انت شارب حاجة ولا في كي؟ لا مش شارب حاجة وانت شارب الحاجة مرحب انا متتحكة شارب حاجة¿ اني شرك عام Dave حوه ده انا مش طبيح اللي بشي لك شانتا. هو ده اللي مش انتا مش طبيع. لأ اللي مش طبيعه. لان سادي مش طبيعه. انت في كيه. لدي له يا كريمة نادي كريم انتا. einا سامعك على اسبيكرة حمادي. لا. نادي كريم. لا انت في كي. لا اا احمدا. ولا حنبوزه. نادي كريم. سألني واحد دقصة. اكسم بالله انت قولت وادي مش هطلق معافر رابطها الرقاص ولا ايه هو انا انت جايبين النارئاب سعيده ولا رقاصه. رأص يا ساعة. انت اللي قلت انا سمع في بلزيك احمد بتقوله كده احمد. بقولي رانو لطرق. ورب الكعبة ما قلت. طب انت مش عايز تطلع لي احمد. انت مش عايز تطلع لي احمد. عشان خايف عليك انت يا ابن. خاف علي يا عمد. انت عارف لانا ما بتطعش ببرامة. لا ما تخافش يا عم علي. سادة وتومبي. لا يا عمد. وحيات لا اله الا الله. وحيات لا اله الا الله. انا اللي مسكتني دلوقتي امك ربنا يبارك لك فيه. والله العظيم انا اتحكت على كلمة التاكس. بقول لك عمد. بس اي كلام تاني هتزود وقلت ادب. اه. بلاش اصعد. اتعارف ان انا مقطعش ببرامة. انت ما انت ما اتعارف ان انا جيت عشان انت حديد. انا جيت لك. انا مش انا انا مش اصداز. انا مش اصداز. انا مش اصداز. خلاص يا عم احمد. سعد. انا سعد. يعني مع عمري في حياتي ما وصلت لكده. في ايه? طب يلا بس هنختم هنختم. زعاد حمادي انا خاف. يعني ايه يا اخي. اتعاملت الكلب بي. انت مزعليش حمادي. خلاص يا حمادي. انا مش مزعالك يا سعد. انت اخويا. اخسن بالله العظيم تكون سكت على حاجة انا سكت عشان برضو الحاج. يا عم انا قلت انا قاسف يا عم. لا يا عم احمد. بس انت قلت لا يا عم. خلاص يا عم احمد خلاص. انا قاسف. انا قاسف. لكن انا عمري في حياتي ما ادعى اتحك على امك. ممكن يكون بعض الحاجات الفنان سعى الصغير قالها على حمادي ممكن تكون حقيقية. اختلفوا. اختلفوا في كلامهم واختلفوا فجهات نظرهم مختلفين في رؤية فنهم. في حد بيعادي الرأس ومش موافق عليه. وفي حد شايف ان اتحق الناس او او سعادة الناس بتيجي من الرأس والتنطيت مفيش اه فداحة عيب. ولكن هو خلاف مزايف لان حمادي مش عارف ان احنا بنعمل في مقلب. دخلت عليك. ايه رأيك رأيك رايزك. يا صعب اوصل. هنختم بس واحدة. دخلت عليك فعلا. والوات ده معايا بقى. خايز علميني انا. ده هتدخل عاشد ده اطيب انسان فلاز ما تخش عليه. خايز علميني والله. مش صايع انت ما انت لو صايع بقى. لا مش هكاك صايع بقى. مفيش قد بيجي بيصدق ان انا ممكن اعمل برنامج زي ده. ممكن تكون استفزتك. يعني انت. اشتم اشتم. خنايا اشتم شفتو? 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 شفت حمد الال. نختلف. ولكن من غير خلاف ومن غير زعل. اشوفكم مكرا وتسباها على خير. نسمح حمده بقى. نسمح حمده. شكرا.